وجدنا معهم دولارات كتير وبانفلتس على ولاية الفقية والاثنى عشرية وكذا وعساس بدهم الجندل لأنه ما في شيعة في الأردن أهلا بكم مشاهدين الكرام أنا طاهر بركي أحييكم أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع فايز الطروني رئيس الوزراء الأردني الأسبق أهلا بكم معنا دوت الرئيس مجددا مرحبا بكم في بيتي يا أهلا نصل إلى أجواء وفاة الملك حسين وكيف تم الانتقال في ولاية العهد أولا ومن ثم الانتقال السلمي للسلطة بين الوالد والابن والله يا سيدي أن نتصل لما جاء جلالة الملك وأمر بتغيير ولاية العهد وهذا حق دستوري وإلهي لجلالة الملك وتقبلها سمو الأمير الحسن وبعت رسالة كريمة لجلالة الملك عاوضوا المرض الثاني يوم مثل ما قلت في الحلقة السابقة بالمسبة اللغنية جلالة الملك وقال لي بكرة لما أجي بكرة ما نستصل فيه فاتصلت قالوا لي والله رجع حرارة وعاود لهذا وأصروا العائلة أنه يرجع على رويتشستر لزراعة نخاع عظمي وكان الأمل بسيط جدا فما أمهل لهذا اتصل معي مدير طبيبه الخاص وقال لي أنه بكرة العودة إلى عمان وانتهى العلاج وما في شيء نقدر نساويه ورح يجيو مخدر لجلالة الملك فوصل يوم الجمعة وهو توفي يوم الأحد سبعة اثنين خمس اثنين وصل ولما وصل جلالة الملك صار عندي إشكال دستوري أنه جلالة الملك رجع فنيابة الملك اللي كانت لولي العهد انتفت وبالتالي ما عنده صلاحية احنا بالدستور ما في أي صلاحية لولي العهد في صلاحية لنائب الملك في غياب الملك عن أرض الوطن طيب رجع الملك لأرض الوطن لقيت في الدستور وما شاء الله على الدستور الأردني حل هذا الموضوع أنه إذا تعذر تعيين نائب للملك فيعين مجلس الوزراء نائب للملك فتصلت مع الأمير عبد الله ومر علينا على مجلس الوزراء وحلف اليمين وعينوا المجلس الوزراء نائبا لجلالة الملك وبعدين توفاه الله ساعة دعش وسبعة وربعين دقيقة بكيت والله أول ما كان عندي وزراء صار نحيب أنا بدي أشتغل لأنه ظلت لا تأخر الدولة لا تأخر الدولة جلالة الملك دوري حكيت مع المدير بمؤسسة الدعوة وتلفزيون وقال له اقطع البث وحط آياتنا على قرآن الكريم صح يا ويلي عرف وقال له يا أخي يا ويلك في بيت عنا ملك حسين خدمنا 47 سنة ننقدمه يوم تحرك وحطه ركبت السيارة وطلعت أروح أشوف جلالة الملك عبد الله وبجزء أنا أول واحد شفته وقلت له جلالة سيدنا لأنه صار حكما ملك يا سيدي أي وقت أنا من الصبح ساعة تمانية كنت عارف أن الأمر أمر ساعات فحكيت مع زيد الرفاعي دولت زيد الرفاعي على أساس يدعي مجلس الأمة لأنه عقاد المشترك واشنحب في اليمين فإحنا جاهزين قال لي بس يجو عمامي وبدي ألقي كلمة أعز فيها الشعب الأردني يعني فالساعة ثلاثة مليح قلت له منكاس ويجا الساعة ثلاثة بسوق فيه سمو الأمير الحسن وتجلت الحالة الحاشمية يعني في أحلى صورة وصار هذا وبعدين من هناك طلعت أنا على المطار وأول واحد وصل سمو وليه العهد السعودي رحمة الله عليه الأمير عبد الله اللي صار ملك الملك لاحق نعم وكان هذا من أكثر الناس زعلانا علينا من حرب الخليج الثانية بالكويت تمام لكن قل لي هذا حسين بن طلال يا فائز جميل بوب العين دور رئيس لماذا لم تكمل في رئاسة الوزراء مع العهد الجديد والله يا سيدي قبل أن تعود لاحقا طبعا نعم ستساءل الناس كثير هذا الكلام وكنت أنا بالداخل أعتقد لصالح العام لصالح جلالة الملك عبد الله البادي اللي هو امتداد لوالده ولكنه هو رجله الرجل المستقل كان لازم يغير الحكومة ورئيس هيئة الأركان وكذا يبدأ باستقنالية عن هذا ما كان في دور يعني لأجهزة معينة بالعمل على خط موازن مثل المخابرات قالوا قالوا أنه والله كان مدير المخابرات من صديقي الخاص ولا يزال لليوم علاقة هلأ هو بيقول أنا ما إلي أي علاقة في هذا الأمر ولكن كان أنا أخذتها من الناحي المنطقي كان لابد أن يبدأ حدوث تغيير كامل يعني دماء جديدة ورجعني رئيس دماء ملكي بعد فترة لا طبعا طبعا رئيس ديوان ملكي وعطوا للحكومة يعني مرة أخرى وقلت له يا سيدي بس بلغني مين رئيس الوزراء مشان هون أول مباركين إليك قالوا بارك الله فيك ستبقى ذخيرة الاستراتيجية وهذه الذخيرة يعني عاد ظلت ظلت طيب في عدة مواقف لاحقة مع الملك عبد الله كان في دائما ما أعرف حضرتك بتصلح لي كان فيه هاجس الإخوان في الأردن أو التعامل معهم أو ماذا ينون فعله وبناء على هذا كان يصير في اجتماعات بينكم والله يا سيدي لقران كانوا من أكبر المناصرين للنظام الأردني أمام البعثيين والشيوعيين والقوميين ولكذا يعني كانوا وحماهم النظام الأردني في فترات كثيرة من الزمن لكن بعد عملية السلام تغيروا تغيروا وسيطرت السقور على الحمائل في سقوره وفي حمائل نعم وخاصة أيضا الحركات الإسلامية في الضفة الغربية وحماس بالذات وكذا كان لهم اخترافاً حاولوا استغلال الوضع بعد الربيع العربي ما عرف بالربيع العربي بالربيع العربي طبعاً لكن بعد عملية السلام صار عملية الاختلال حاولوا ركوب موجة التظاهرات التي حصلت في الأردن ما بعد كلها تنظر شوف الحزب الواحد جبت العمل الإسلامي وجماعة الإخوة مسلمين اللي هلأ انحلت وظهر محلهم ناس تاني لكن جبت العمل الإسلامي ظلت كما هي لأنها شرعية وحسب القانون كلهم ماذا؟ كانوا دائماً هم المنظمين الوحيدين هزبياً في الأردن وبالتالي هم اللي كانوا يحرقوا الشارع ويساووا المظاهرات لكن ما قدروا يجمعوا مثل ما صار في تونس ولا صار في مصر بطبيعة الحال أكثر أكثر شيء كانوا يقدروا يساووا ألفين و ألف خمسمائة تلات تلاف طب ما حاولتوا تستقطبوهم تجتمعوا معهم بالآخر حتى لما جلالة الملك استلموا لما جيت أنا رئيس ديوان قال لي آخي أننا نجتمع مع أخوان السلمين الملك عبد الله الملك عبد الله بداية حكمه وناله على بركة الله يا سيدي فقلت له بس بدي يكون وزير رئيس الوزراء ووزير الداخلية وووازير المقابرات ومن جيبهم عندهم أربعة وولاستاذ عبد المجيد جيز ميبات رجل 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 محترم ويعني إله علاقة بالنظام وما شاء الله عليه فحكيت له وقلت له نقي كمان ثلاثة و تعالونا فلما إجا فجلالة الملك قال لنجتمع مع مكتبك بالديوان فقعد جلالة الملك على الطاولة وساوينا احنا الاربعة وهم اربعة فبداعب عبد المجيد الثنيبات الشيخ عبد المجيد الثنيبات بداعب جلالة الملك بقول له يا سيدي والله مش عدالة انتو خمسة وحنا اربعة قالوا لا ابدا انتو اربعة وهم اربعة وانا لنجميع فكان افحام حقيقة وتبين انه ما في نقاط التقاء كثير بيننا وبينهم تقول انه هو كانت واسعة جدا يعني ما فيش مجال كانت توصل هو كبيرة بشكل عجيب ونظرة الى عملية حتى تفسير الجهاد وتفسير والتباهرات والاعتصامات والاضرابات يعني كثير ولكن لاحظ ان الاردن بن ينظر لهم نظرة كمن النسيج الاجتماعي الاردني فكر رأي اخر لكن عمرهم ما رفعوا بندقية ولا قنبلة ولا كانوا تحت الارض لا يستغلوا احيانا بعض التباهرات والاحداث على الارض وذلك الملك لم يعتبرهم او النظام الاردني لم يعتبرهم خارجين عن القانون دوتر رئيس لماذا عدت الى رئاسة الحكومة في 2012 عدت الى رئاسة الحكومة في 2012 كان في ظرف صعب جدا مصر صارت اخوة مسلمين حراك الشعبي كان عالي للغاية كنا لابد من تحضير الانتخابات نيابية وانا لما ثلفني جلالة الملك استقال رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ الاردن رئيس الوزراء بيستقيل هو عادة يطلب منه الاستقالة لان الملك له حق بتشكيل حكومات قبول الاستقالات بس هذا فاجأ الملك واستقال فكان اول عم نحكي هنا فترة استقالة تعاون الخصاونة رئيس الوزراء الاسبق وكان بتركي يحد فأميدت لي لما سيدنا وافق على الاستقال تتصل معي وبجوزها من قصة الذخيرة الاستراتيجية فطلبني وقلت لي يا سيدي انا بدي اطلب منك طلب واحد انت قلت ان الصوت الواحد في الانتخابات وانت الاساس هو انشراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام قل لي نعم قلت لي انت قلت الصوت الواحد ذهب بلا عودة ورؤساء وزرات اثنين قالوا انه دفلنا صوت الواحد انا لا ارى الا صوت الواحد بهذا الضرر اولا نخب سياسي فقط في عماني رفضينه والاردنيين بدهم صوت الواحد والصوتين بخوفوا لانه صوت الاول للعشيرة والصوت التاني لجه المنظم اللي هي اخوان مسلمين بياخدوا نسب عالية ويا جلالة الملك اخذوا الحكم في مصر واليوم اذا اخذوا البرلمان في منصه ما بنقدر نشكل حكومة الا منهم وبيسيطروا على الدولة لانه كل الولاية العامة للحكومة وليس له وبالتالي هذا ضرورة هكذا قدت المشاورات باتجاه اقرار قانون الصوت الواحد لا لا هذا قال لي بدأت تسحب القانون لانه في قانون بعده الاخعون القصاوني قلت له لا يا سيدي انا تحت القبة بدي اغير المادة التمانية من القانون بتصير صوت الواحد بدأت صوتين ونجعت بدأت استميل البرلمان لانه نجحت لانه كانت المشاورات على تشكيل الحكومة المشاورات على تشكيل الحكومة طبعا المهم خلصنا النظام هذا وكان عنا اوضاع اقصادي متردية جيبت الامف صندوق مددد لقدم سوينا برلمج معهم بعدها استقالت حكومتي لانه ليش استقالت حكومتي لانه حليت البرلمان مشان ندعو الى انتقابات الحكومة التي تحل مجلس النواب تستقيل وجلالة الملك لا يستطيع ان يكلف رئيس الى دورة واحد بس كان فيه تظاهرات لا فقط حكومتك بالأشفين عمت حتى مناطق ساخنة اخرى خارج عمان يعني كثير ومع مالك اقتحمت الحراك الشعبي وجبت صندوق النقد اللي هو مكروه عند الناس من اجل الصالح العام وصارت وقتها مشكلة قرار رفع الدعم اللي عمل مشكلة شعبية شوى مشكلة شعبية مثل كل الدول البرلمان وطلبت من جلالة الملك ما يلغي القرار انما يجمده واللي ندم عليها الدكتور عبدالنصور هو من كان من المحرضين من البرلمان عليها لما شك كلفوا جلالة الملك اتزارني وقال لي هلأ بطلنا المعارضة والهذا صرنا للاصدقاء القديمين قلت له يا دكتور راح تصدم بالواقع بعد شهر بدك تساوي اللي ساويته وانا وعلقناه بس لو امتصيته واخدت انا اللوم كان ارتحت وبعد شهر ساوى نفس القرار وقامت لقياه نتابع بعد الفاصل دولت الرئيس شكرا لوجودك معنا مجددا فاصل قصير مشاهديننا قبل ان نتابع في هذه الحلقة صار في تنسيق مع روسيا على جنوب سوريا لانه آدم مقتل الأردن لانه فيه كثافة سكانية في منطقة اربد عندنا وفيه الكثافة سكانية في سوريا فاذا صارت معركة هناك بسير حامية الوطيس اهلا بكم من جديد مشاهديننا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية دولة الرئيس فايز تروني رئيس الوزراء الأردني الأسبق كان فيه كثير فترات رغم الفترات اللي صار فيها حرج بالعلاقة مع الخليج إلا أنه فيه مرات كثيرة كان يدعم الخليج العملة مثلا فترة اهتزاز العملة الخوف من ذلك عند وفاة الملك وفيه حكومتك الثانية في 2012 اضرب لنا مثلا أو مثلين والله فترة لما تبين أنه جلالة الملك عاوض المرض صار عندي هجمة على الدولار وبلغت محافظة البنك المركزي أنه إياك أن ترفض أي طلب ولا بصير كمان ضعر أكثر لكن نزلنا في الاحتياطيات إلى ما يقارب 900 مليون فقط من مليار و900 أنا ذاك فما بيكفي هذا من مرة فحكيت مع رحمة سعود الفصل وشرحت له الوضع وسعودنا ببعض الودائع اللي عززت شوية من الاحتياطيات 28 كانون الثاني يناير 2013 عينت مرة ثالثة رئيسا للديوان الملكي مع أنه شعرت بمذكراتك أنه المنصب بالمرة الثالثة ما ضل مثل المرتين الأوليين يعني مثل ما هو سياسي وكان الهدف أول شي لما استقارت حكومتي سألني جلالة الملك شو بدك تعمل فولا بدي أخذ أمزيد ونطلع إجازة قال لي طيب بس ترجع بدي أشوفك بلنا بس رجعت هو تصل حكى معي وقال لي بدي أشوفك تطلب مني أرجع رئيسي وان تمام وقال لي أول مهمة إلك وهنا دلال على رد على سؤال نعم لأنه قال لي بدي مشاورات من نيابة عني مع الكتل النيابي لتشكيل حكومة طيب في أكثر نهيك سياسة آه ظلوا المكان يعني بعد منصب بعد رئيس الوزراء طبعا بديك الفترة ايه الذي يلي منصب رئيس الوزراء ايه المهم يا سيدنا وبديت المشاورات مع الكتل النيابية واختاروا عبدالنصور لكن طريف الموضوع انه نفس النواد طلبوا من جلالة الملك ايقاف المشاورات والاحتكام للمادة 35 من الدستور حق الملك بتشكيل الحكومات بكما يريد وهم دورهم بالثقة طبعا تمام دلال رئيس شو كان حجم اطلاعك على العلاقة مع السوريا في أثناء الحرب فيها وصولا الى كثير فقط استقباراتية مقابراتية فقط يعني كرئيس ديوان ما كان لك لا لا لما وصلت انا من 2012 كرئيس وزراء و2013 كانت وقفت في البداية كان رئيس ديوان الملك يبعث لجلالة الملك مرة لرئيس بشار الأسد فيما يتعلق ب احداث درعة وانه بس وتروح تعزي ما رد على الحال حاول يتوسط مين بعت الملك عفوا رئيس خالد الكركي نعم رئيس ديوان الملكي أنا ذاك كان فيه إسرار أردني على دعم الجيش الحر في المنطقة القريبة منه وعلى إحداث التنسيق الأمريكي الروسي في تلك المنطقة سيدي نعم صحيح جيش الحر كان دعمنا له ليس مشان محاربة الانظام السوري ولكن لمحاربة الجهات المتطرفة إلا أنه جنوب السوري هو شمال الأردن وبالتالي لما أشتشرف جلالة الملك بعد احتلال القرن في أوكرانيا أن سوريا أن روسيا ستدخل إلى سوريا مشان تخلي الورقة تضغط مع أمريكا قائمة ذهب وزار رئيس بوتين أساوه معه علاقة جيدة وصار في تنسيق مع روسيا على جنوب سوريا لأنه آدم مقتل الأردن لأنه فيه كثافة سكانية في منطقة إربد عندنا وفيه كثافة سكانية في سوريا فإذا صارت معركة هناك بصير حامية الوطيس طبعا وبالتالي الاتفاق الوحيد اللي صار بين أمريكا وروسيا في سوريا هي منطقة الجنوب بخصوص الأردن وبيعي خاطر ملك عبد الله تمام دوت الرئيس 24 كانون الأول 2014 تم أسر الطيار الأردني مع ذلك كساسبة للأسف وحرقه لاحقا رحمه الله كيف تابع القصر ذلك عندما كنت رئيسا للديوان والله يا سيدي كانت مشاعر جياش مخيفة وصار عندنا إشكالية مع اليابان كان بعثه وزير الدولة وقاعد عندنا لأنه كان فيه رهينة يابانية أيضا عند داعش كينجي جوتو وطلبنا إحنا عن طريق وسطا من داعش إنه منعطيكم ساجد ريشاوي نعم اللي كانت متهمة في قضية تفجير عمان 2005 والكربولي كان عملية زياد الكربولي نعم زياد الكربولي فرفضوا قالوا منبدلهم بالرهين اليابانية كأنما بعضوا انطباع إنه قتلناه حكونا عليه بالإعدام بس ما قبلوا وما كان للأردن واعتذرنا لليابانيين وقدروا اليابانيين وحتى زوجته للرهينة اليابانية شكرة جلالة الملك ما كان منقدر نعطيهم الرهائن هدوا على التنين المحكمين إعدام مقابل رهينة ياباني وليس الياباني ونترك الأردني اللي ما كنا عافين شو مصيروا على كل حال لما حرقوا رحمة الله عليه الشهيد مع ذلك ساسبة نفضنا حكم الإعدام في التنين هدول ساجد الرشاوي وزياد الكربولي دولة الرئيس ماذا علمتك التجربة الكثير الكثير سؤال سؤال حقيقة الكثير الانتباه للداخل بالقدر كل ما كنت قوي في الداخل احترموك الآخرين وانت تحب الأمثلة كل شو اللي أعطيني مثال تفضل نعطيك مثال في البداية ما إحنا بدأنا في عملية السلام صحيح خلينا نرجع لعملية السلام وننهي هذه الحلقات تفضل لما بدأنا في العملية السلام كان التركيز الأمريكي على سوريا على الوفد السوري وإلى حد ما الوفد الفلسطيني ما كانوا يعيرون انتباه على خلفية أنه المسار الأردني خفيف ومع أنه مش هيق وأيضا على خلفية حرب الخليج فكان الاتصال فينا ضعيف جدا تمام لما جاء جلالة الملك وساوى عملية العملية كبرى ورجع على الأردن وطلع له واحد ونص مليون بني آدم على عمان استقباله ثاني يوم نائب وزير الخارجية الأمريكي مساعد وزير الخارجية أمريكي إدود جارجين طلب عمسلان باشا وأنا ورحنا نزوره وإيش بقدر أساوي لكم وإيش كذا ف بقول عمسلان باشا بقول شاف التلفزيون مبارح قالوا هذا هو قائد حسوا بأهميته بأنه ممكن أنه يوصل إلى سلام فهذا قائد معناته قوي من الداخل تكسب الخارج لما تقوي على حسن مبارك لما طلعني بميدان التحرير وكذا وقدا في نفس الشيء وكذا ف الاهتمام لذلك جلالة الملك حكى في المراق النقاشية وقال للناس أنا مش بس إرادات ملكية بطلع بشاركوا بالرأي كمان يا أخي عارضوني سهوى المبادرات الملكية والسكن الكريم وتقرب من الناس ويجتمع مع العالم والناس مش قاعد في برج عاجي بعيد عن الناس وصارت طبعا إصلاحات الدستورية الضخمة في عهده شكرا جزيلا دوت الرئيس على قبولك دعوتنا وعلى استضافتنا في منزلك في عمان شكرا شرفتوني والله وكل تحياتي لك ولأخوانك اللي أخذوا المشقة وأيضا كل زملاء في الحدث والعربية شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا الكرام هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام سلسلة هذه الحلقات مع فيز التراوني رئيس الوزراء الأردني الأسبق شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة